اهلا بكم اعزائنا المشاهدين ومتسبعي الموقع الالكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في حلقة جديدة نعيدكم بانه ستكون مميزة اولا بالنسبة للموضوع لانه موضوع مميز سوف يهم قطاع النقل الطرقي واهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ولكن ايضا مميزة بحضور ضيفنا السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل اهلا بكم سيدي مرحبا وانا وسهلا شكرا سيدي اسمح لي فقط ان اذكر السادة المشاهدين ان سوف نبت سلسلة من الحوارات التي ستهم اولا النقل الطرقي ثم السلامة الطرقية وباقي انواع الطرق بالنسبة للحلقة الاولى سوف نهتم بقطاع النقل الطرقي اظن ان لا يختلف اثنان على اهمية النقل الطرقي بما انه يشغل 6% من النتج الداخلي الخام اريد ان تقربون اكتر سيد الوزير من اهمية النقل الطرقي بنسبة لنسيج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لبلادنا بسم الله الرحمن الرحيم اكيد كما تفضلتي اليوم عندما نتحدث عن النقل الطرقي نتحدث عن قطاع هو بالاساس قطاع يوجد بين وسائل الانتاج وبين وسائل الاستهلاك فيما يتعلق بنقل البضائع ولكن ايضا هو قطاع الذي يعمل على تقريب المسافات ويعمل ايضا على تقريب المسافرين والمواطنين من مصالح العمل وغيره وبالتالي النسبة للقطاع النقل الطرقي في النسيج الاقتصادي هي نسبة مهمة اولا من حيث عدد المستخدمين الذين يشتغلون في قطاع لانا نقدره بحوالي 200 الف مستخدم في هذا القطاع هو قطاع الذي يشمل تنوعا متميزا قياسا الى ما هو متوفر على الساحة الوطنية بعتبر اننا نتحدث عن نقل المسافرين ولكن ايضا نتحدث عن نقل البضائع نتحدث عن نقل المزدوج في القرى نتحدث عن نقل المستخدمين بالنسبة للشركات نتحدث ايضا عن نقل مدرسي بالنسبة للتلاميذ ونتحدث نقل الدولي للمسافرين والنقل الدولي للبضائع نتحدث عن المدخلات التي هي قطاع تعليم السيارات نتحدث عن المخرجات التي هي قطاع الفحص تكني بمأن هذا القطاع بالفعل هو قطاع متنوع من حيث المداخل والمساهمين فيه لكن أيضا متنوع من حيث الطبقة التي تشتغل فيه لأننا نجد سواء كانوا الناس الذين هم مالكون لوسائل النقل أو يستخدمون هذه الوسائل النقل عبر الكراءة أو عبر طريقة من الطرق التجارية وبالتالي يمكن أن نقول شرايان الحياة شرايان الاقتصاد أساسا هو النقل لكن نقل طرقه هو أهم من حيث أنواع ذي النقل الحياة اليومية لا بد لكل مواطن في يومه إما أن يتنقل من منزله إلى العمل أو من العمل إلى المنزل أو أن يذهب لقضاء حاجة أو إلى آخره والتالي هذه الوسائل للنقل بالفعل هي بالأهمية من مكان بالإضافة إلى المتدخلين وهذا أيضا من المجالات التي يجب التركيز على المتدخلين فيه متدخلين وفاعلين كتر وخاصة أنه الوزارة الجهاز والنقل اللوجيستيك والقطاع المكلف بالنقل يهتم أساسا بالنقل هذه الأنواع كلها لكن النقل المرتبط بالنقل الداخلي داخل المجال الحضاري إما الحافلات النقل الحضاري أو أيضا الطاكسيات هم من اختصاص وزارة الداخلية التي هي وزارة الوصية وبالتالي هذا التفريق هو واجب لحتى تكون عنها نظرة شاملة عن مجال النقل الطرقي في المغرب إن شاء الله طيب سيد الوزير إذا أردنا أن نرسم مثلا للمشاهدين مبيان يبين تطور مستوى النقل الطرقي كيف سيكون هذا المبيان؟ خصوصا ما بين فترة 2008-2011 2012-2016 هل سيكون تطور إيجابي؟ نعم وفي الحقيقة يصعب أن تحدث عن تطور للنقل الطرقي إجمالا باعتبار أنه كما قلت النقل الطرقي هو عبارة عن جزيرات صغيرة النقل المدرسي، النقل البضائع، النقل المسافرين لكن الظاهرة العامة هو أنه الحمد لله نظرا تطورات أولا جغرافية وأيضا الديمغرافية المرتبطة بهجرة السكان وأيضا تطورات الاقتصادية التي عرفت هذه المرحلة العشرية الأخيرة كل هذا أدى إلى تطور يمكن أن نقول لك كبير جدا وخاصة بعض القطاعات التي عرفت تطورات بجزء الأرقام بمعنى أكثر من 10% عندما نتحدث مثلا غير على الحضيرة للسيارات في المغرب عندما نتحدث عن السيارات يمكن أن نقولوا على أنه خلال العشر سنوات الآخرة الحضيرة للسيارات تطورت 100% بمعنى أنها تضاعفت بين 2006 و2015 اليوم نحن نتحدث على أكثر من 3.7 مليون في حضيرة وهذا تعني على أنه الآثر ديالها على الرواج الاقتصادي ولكن أيضا الآثر ديالها على السلامة الطرقية وللحوادث دير السيار اليوم عندما نتحدث عن نقل البضائع لما تم تحرير نقل البضائع هذا القطاع من 2003 إلى 2013-2014 عرف تطور وهو جد إيجابي مع إعادة النظر في الطريقة ديال الاشتغال القطاع نقل البضائع اليوم الحمد لله نحن نتجه نحو شركات اللي هي أكثر هيكلة وشركات أيضا التي تعمل على تجميع الأسطول حتى تكون ممقاش غير واحد فاصيلة جوجلي كانوا عن المعدل للشاحنات للنقل البضائع تطور المعروف على صعيد النقل المدرسي اليوم الحاضرة تطورت بحوالي 150% خلال العشرية الأخيرة وبالتالي عدد المدارس تهيئة التي هي مرتبطة لتعليم السياقة أيضا تطورت بنسبة جد كبيرة حوالي 100% خلال العشرية الأخيرة بالإضافة إلى المستخدمين نقل المستخدمين نعرفه كان واحد طفرة وخاصة في المدرسي الكبرى طنجة أساسا لأنه مدينة اقتصادية مؤخرا الضر الميضاء بالأساس ثم فاس اللي عرفنا فيه واحد تطور كبير دي النقل دي المستخدمين وخاصة بعدما وضعنا نطف تحملات الشروط القانونية والتنظيمية لمثل هذه القطاعات سهلت الطريقة دي الاشتغال دي المثل هذه القطاعات بالإضافة إلى القطاعات اللي هي مرتبطة عندما نتحدث عن نقل نتحدث عن مراكز ذي الفحص التقني اللي هي أيضا عرفت واحد طفرة نوعية خلال العشرية الأخيرة ونقدر نقوله على أنه أيضا في هذا المجار تم التطور بأكثر من 100% خلال العشرية الأخيرة طيب سهل الوزير نود أن نتعرف على ماذا قامت به الدولة لحل الإشكالية المرتبطة بالنقل سواء نقل البضائع ونقل المسافرين أو حتى النقل الدولي مع الإجراءات والتدابير وبالفعل اليوم عندما نتحدث عن قطاع دي النقل ندير مرحلة فاصلة اللي هي نقل البضائع أساسا اللي كان في تحرير القطاع 2003 كانت استراتيجية عشرية 2003-2013-2014 اللي كان الهدف منها هو أننا بالفعل نمشي نحو هيكلة القطاع دي النقل البضائع ونمشي للتحرير هذا القطاع اليوم محرر تماما اليوم نحن في إطار سياغة تعقد برنامج جديد مع القطاع المهنيين في مجال نقل البضائع لأساس أننا نجاوز الإشكالات للطرحات في الاستراتيجية الأولى والعقد البرنامج الأول ونحاول نجاوزها بإضافة نوعية نحو مزيد من المهنية وأيضا العمل على ترشيد القطاع دي النقل البضائع فيما يتعلق بنقل المسافرين هذا القطاع في المرحلة الأخيرة عرف نقاش كما تعلمون لهو جد متطور مع المهنيين أكثر من ثلاث سنوات دي النقاش اليوم نحن مقبلون على عقد برنامج مع قطاع النقل المسافرين أيضا الهدف منه بالأساس بعدما أوقفنا جميع التراخيص الذي كانوا يتعطون النقل المسافرين دي الأشخاص اللي مبقوا يتعطون منذ 2012-2013 واللي جعلنا لأننا نوضعه المجموعة دي الأهداف رئيسية أولا هذا القطاع يمشي نحو المهنية بمعنى أنه لم يبقاش فيه دخلاء اللي هما فقط تجاريين بمعنى أن تقولوا مهنيين يعني الاستفادة أولا من الناس اللي عندهم جربة ستكون باش كل واحد يشتغل في هذا القطاع بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المرتبطة بالجوانب الاجتماعية وبالجوانب المرتبطة أيضا بتجديد الحاطرة للرفع من مستوى الأداء دي الحافلات اللي عندنا في هذا القطاع الجانب الآخر اللي هو مرتبط بالنقل المزدويج درنا فيه دفتر تحملات اليوم أي مستثمر بغاية استثمر في النقل المزدويج عنده دفتر تحملات وتوفر فيه الشروط اللي هي بسيطة جدا يمكن يقدم الملف ديالو هذا باش نحاولو اننا نعطيه بالفعل المجال القراوي الربطه بالمحيط وايضا نحاولو انه بالفعل يدخل في محطات الاقتصادي والاجتماعي ايضا نقل المستخدامين فيه ايضا دفتر برنامج واضح دفتر تحملات واضح الاستثمار فيه بسيط جدا النقل السياحي ايضا فيه دفتر تحملات واضح مع قل برنامج مع القطاع ايضا ممكن الاستغلال والاستثمار ونقل المسافرين على الصعيد الدولي هذا القطاع أيضا لتيعرف اليوم منافسة شديدة وخاصة بالجارة الإسبانية اللي اليوم عندهم وسائل اليوم نشتغل على أننا نوقع عقد برنامج مؤخرا فضل مع أهل دي القطاع نشتغل مع الشركاء دينا في الاتحاد الأوروبي وأساسا فرنسا وإسبانيا اللي عنا معهم الرخص ديال التنقل هي الكبيرة على أننا بالفعل نعطيه دعم للمقاول المغربي على أساس أنه تكون عنده الوسائل ديال المنافسة وفي هذا القطاع أيضا تجربة الحمد لله أبانات على أنه المقاول المغربي تشتغل بطريقة لها جد إيجابية خلاصة هذه الاجتهاد في هذا القطاع ديال النقل عموما نحو حكامة أفضل بمعنى أننا ما يبقاش عندنا العقلية القديمة ديال الاستثمار وإنما نمر إلى عقلية تنافسية ديزاب بلدوفر إعلانات كل شفافية وكل وضوح إعلانات ديال المنافسة وتنشتغل على أساس أنه نعموه تشيف جميع القطاعات على أساس في أفق اليوم لازلنا نشتغل بهذه القطاع ديال التعاقدات لكن في أفق ربما المدى المتوسط لما لا يتحرر القطاع في جميع هذه المجالات كما تحرر القطاع النقل البضائع لكن في أفق متوسط ليس الآن إن شاء الله سيد الوزير ننتقل إلى نقطة مهمة وهي إجراءات متعلقة لمحاربة قصاد الريع نعلم أن الوزارة اتخذت مجموعة الإجراءات في ما يخص هذه النقطة نود أن تقربون أكثر من تدابي التي اتخذت تموها في ملف المأدونيات يعني أن تعطونا تفاصيل بصفيد أكثر أول الأصل في اقتصاد الريع ومحاربة اقتصاد الريع اليوم كانت توجهة للبلد ديالنا الخطابة الملكية كانت واضحة على ضرورة اعتماد اقتصاد منفتح مبني على التنافسية وعلى الشفافية العمل الحكومي في استراتيجية الحكومية منذ 2012 بالفعل في جميع القطاعات الاقتصادية ركزت على الجانب الحكامة في التدبير وأيضا التنافسية والشفافية وزارة النقل والجهيز واللوجيستيك في قطاع ديال النقل كما تعلمون كانت من أول القطاعات المبادرة إلى الإعلان في طار الشفافية على الرخص اللي كانت ديال النقل المسافرين في 2012 اليوم كما قلت سابقا لم تعد هناك إمكانية على أننا نعطيه ديزاجريمون في هذا المجال اليوم نشتغل وأقول نشتغل على أساس أنه القانون المنظم بمعنى الظاهر اللي هو تعتمد عليه في هذا المجال ديال النقل المسافرين على أننا نغيره مع القطاع مع المهنيين نشتغل لأننا نوجده الصيغة البديلة وأكيد أن هذه الصيغة البديلة لا بد أن تكون فيها واحدة فترة اللي هي انتقالية لكي نتمكن من إفراغ أولئك المتوجدين حاليا في المنظومة الجديدة بعد ثلاث سنين أو بعد خمس سنين عندما يتم الاتفاق مع المهنيين الإشكالية اليوم ديال النقل المسافرين بالأساس هي إشكالية أنه المهنيين الحقيقيين يجدون أنفسهم راهينة لبعض ملاك التراخيص هاد ليزا كريمو اللي هو ممشي مهنيين اليوم التوجه اللي بغينا نمشيه فيه هو أنه نعمل على أنه هادو النس اللي عندهم ولكن ممشي أولاد أبناء القطاع من الأفضل على أنهم يبيعوا يشوفوا شي طريقة باش يفوتوا لزا كريمو ديالهم للمهنيين فإذا هذا هو التوجه العام اللي تنشتغلوا عليه اليوم قلت بقي فيه بعض التفاصيل اللي هي مرتبطة بالحالة الانتقالية وكيفية الانتقام أنه كما تعلمون الظاهر ديال 63 لا يسمح بكيراء المأذونيات لا يوجد فيه الكرام ولكن المعمول به في القطاع هو أنه هناك الكرام فإذا هذه ظاهرة واقعية متوفرة الدولة ستعمل على أساس أنه يدير فترة انتقالية بيشتعاوض النظر في القطاع هو الإشراك مباشر للمهنيين هو الإشراك الفاعل للمهنيين هو أنه نمشي ونحو توجه ما يبقى القطاع القطاع فرضي بمعناه نمشي ونحو الشركات نحاول أنه الشركات ديال النقل تعوض الأشخاص ديال النقل نمشي ونحو أنه بالفعل لدينا مؤسسات نقلية عوض أشخاص وأفراد وتتعلمون اليوم لأنه عنا أشخاص عنا رياضيين عنا فنانين عنا أشخاص من جميع الحمد لله السوسيو إيكونوميكا ديال البلاد اللي وما عندهم ديزاقري مؤدونيات في كثير من الأحيان لا تربطهم مع القطاع أي صلة إلا دك الشيء اللي تيجيون في آخر الشهر ولا في آخر سنة نحن بغينا اليوم نمشيون نحو المهنية علاش؟ لأنه اليوم مهنيين تيطالبون بشنة الوضع ديالهم كمهنيين والوضع ديال الفئة اللي عندها تأمين صحي واللي عندها تغطية اجتماعية ونحن اشتغلنا في هذا المجال والحمد لله اليوم في التصويت الأخير اللي غيتم في البرلمان على التأمين ديال المستقلين غادي يكون فيه بالنسبة للمهنيين ديال النقل ونحن وجدنا الأرض الحمد لله وعندنا اليوم سياغة جاهزة ديال التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية لهؤلاء لكن خصوم يكونوا مهنيين بمعنى أنه هذا المهنيين هو الآن نشتغل أن نوصلها تصيغل نهائيا ان شاء الله بالعالمين ونضم على أنه المرحلة المقبلة تنتكلم عن القريب العاجل حكومة المقبلة ستعمل على اتفاقية وأنها تخرجها الواقع واضح سيد الوزير ننتقل إلى سؤال آخر يهم إشكاليات هذه المرة سلامة النقل الطرقي ويمن بالملفات التي حضيت بايتمام الوزارة ما هي أهم تدابير التي وضعتمها لضمان وتعزيز سلامة النقل الطرقي بالمغرب نعم أكيد أنهم بين الإشكاليات لا أقول فقط في المغرب ولكن في العالم يمش على هذه السلامة الطرقية عندما نتحدث عن السلامة الطرقية في النقل الطرقي نتحدث على ظاهرة معقدة معقدة لعدة اعتبارات لكن الشائع وللأسف هو أنه نتعامل مع هذه الظاهرة من خلال بعض الكليشيهات التي تخرج في الصحافة عندما تحدث حادثة لحافلة وتوقع عشرة خمسة عشرين ديال القتلى الكل يتجه نحو أنه هذا المسألة بالفعل أصبحت حربا إلى آخر اليوم عندما نتحدث عن السلامة الطرقية نتحدث عن مكونات ثلاثة رئيسية المكون الرئيس والأساس فيها هو السلوك البشري والتي تمثل أكثر من تسعين في المئة من حوادث السير الجانب الثاني اللي هو مرتبط بالبنية التحتية بمعنى الطرقات تمثل أقل من خمسة في المئة والجانب الثالث اللي هو مرتبط بجودات والعربات بمعنى اللي طميكانيك الحالة الميكانيكية تمثل أيضا أقل من خمسة في المئة ورغم الاشتغال ديالنا على هذا الخمسة وخمسة بعمل عشرة في المئة إذا لما نشتغل على السلوك البشري من خلال تهذيبه من خلال التربية من خلال التحسيس لا يمكنه أبدا أن نصل إلى أننا نحارب هذا الحواجد ديالسير اللي تتقع ببلادنا أتصور على أنه في المحور اللي هو مرتبط بالسلامة الطرقية سأدقق وأفصل في هذا المجال بأكثر استفادة إن شاء الله سؤال مباشر هل تفكرون في محاكاة تجارب الدولية في مجال إحداث مثلا وكالة للسلامة في ميدان النقل صحيح أنه التوجه العام الذي نشتغل عليه هو استراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الأولى العشرية الأولى اللي دقناها في 2003 2013 2014 2014 أعطتنا حاصيلة يمكن نقوله حاصيلة إيجابية هذا الحاصيلة الإيجابية ممكنتنا أيضا باش نخرج واحدة المجموعة ديالإشكالات اللي هي مرتبطة موضوع اللي بنسبة لنا أكيد هو ديال الحكامة ديال السلامة الطرقية تدبير قطاع السلامة الطرقية لا يمكن للجنة الوطنية الحالية اللي هي الجنة وطنية تابعة لوزارات الجهيز والنقل واللوجيستيك واللي العدد ديال البشري فيها لا يتجاوز واحد الخمسين واحد وخمسين موضاف اللي الإمكانية ديالها متاحة واللي بالفعل حتى النص القانون الذي أحدثها فيه إشكالية أن الدور ديالها بالأساس هو دور ديال التحسيس وديال التربية وديال التوعية بينما مثل الإشكالية ديال السلامة الطرقية قلت هي معقدة ومتعددة الجوانب والمتدخلين فيها كثرة علاش اليوم الفكرة الرئيسية والمركزية في هذا المجال هو أننا نحدث وكالة لدور ديالها الأساس هو تكون عندها التقائية ديال المجال للسلامة الطرقية من أليفه إلى بدايته إلى نهايته أن تجمع جميع الفاعلين والمتدخلين وتجمع جميع أيضا الاستراتيجيات والإجراءات التي تتخذ على عدة أصعر على أساس أنها تكون عن توحيد الرؤية أساسا ولكن أيضا تجميع الفاعلين وتجميع الإجراءات من خلال إحداث هيئة التي تكون عندها وسائل ذاتية مستقلة وهي التي ستوفر طريقة التدبير وهذا الإجراء قمنا به بعد ما قمنا بعد الدراسات التي كانت أولا الميدانية ولكن أيضا دراسات مع الأخوان في البنك الدولي التي قدمونا تجارب التي هي دولية والدراسة خلصة على أنه الدول الناجحة القريبة منا أو البعيدة في مجال السلامة وطرقية هي تلك الدول التي اعتمدت مثل هذه الوكالات اليوم التوجه هو أننا نحط وكاله والحمد لله نص القانوني اليوم في البرلمان تم تقديمه في لجنة تابعة لمجلس النواب وكنا وصلنا للمرحلة الأخيرة المصادقة وتصويت عليه في مجلس النواب لكن نظرا الخروج النواب بعد آخر الدورة ديال الصيف لهذا النص سيعاد التصويت عليه إن شاء الله بعالمين في الدخول البرلماني المقبل طيب سيد الوزير أعود بك إلى قطاع النقل الطرقي ومردودية ورفع من تنفسيته هل فكرتم في وضع مؤسسة تعنى باقتصاد النقل وبالفعل هذه فكرة لحد الآن لم نستطع أن نخرجها إلى حيز وجود هي بالفعل الفكرة وبادرة جيدة أعتبر أن في بعض الدول كما تفضلت هناك إحساس واضح بأن التخصص الاقتصادي يلزم جميع القطاعات الإنتاجية على أساس أنه يكون عندنا اقتصاد متخصص لكن ما زال عندنا هذه الفكرة يمكن نقوله نحن في المغرب هو أنه الاقتصاد هو الاقتصاد الإنتاجي الاقتصاد الخدماتي الذي يقدم خدمات لا نفكر في أن نعطيه الحيز والإطار القانوني المستقل لماذا اليوم نحن اشتغلنا أولا على صعيد اللوجستيك لكي ندخل الخدمات اللوجستيكية في إطار الهيكلة الموضوعاتية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية بالإضافة أنه اليوم إذا كان هذا القطاع اللوجستيكي بدأت القل مكان في المنظومة الإنتاجية قطاع الخدمات وقطاع النقل بالفعل يكون عنده اليوم قطاع اقتصادي متخصص بأفكاره وباستراتيجيته ولماذا بمديرية عامة التي تفكر في إطار الوزارة وفي إطار منظومة مستقلة يمكن تكون إما مركز دراسات أو غيره اللي الدور بالأساس يكون هو التفكير في الآليات للإشتغال للقطاع للنقل من ناحية الاقتصادية ولكن أيضا التفكير في إنتاج منظومة اقتصادية التي هي مرتبطة بالجانب للنقل واضحة جدا سيد محمد نجيب بوليف أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات المستفيدة حول قطاع النقل الطرقي وأضرب موعدا جديدا لمشاهدين في حلقة أخرى سوف نتكلم فيها عن السلامة الطرقية شكرا لك سيد مرحبا شكرا لك شكرا اشتركوا في القناة